مرحبا بحضراتكم أكيد في أول فقرة حوارية واللي منورنا فيها كابتن ماهر همام وحنتكلم في ملفات كتيرة جدا خاصة أكيد بنفسنا بالنادي الأهلي بس وإحنا بنتكلم نازم نحط في الحزبان كده كم نقطة منهم إن انت بتمر بفترة صعبة سواء في الفريق دلوقتي أو على الصعيد الآخر في فكرة الحملات اللي عمالها يعني شغالة نار زي ما بتقال على النادي الأهلي واللي احنا عارفين أسبابها بالمناسبة يعني مش هاتل عبودات يقولها أنه يحصل معنا كده ليه لا أولا يحصل معك كبير دائما كده لما تبق كل كبير لازم يحصل معك كده أنت لو حد ناكرة لو حد بتأخذ بطولة كل 10 سنين بعدش يعركز معك أنت اللي بتركز مع غيرك لكن النادي الأهلي عمره مع عمل دا النادي الأهلي يمركز مع نفسه علشان كده هو الكبير علشان تاريخه علشان بطولاته وعلشان حاجات كتيرة جدا هو الكبير فالكبير دائما يحصل معه كده صباح الفول يا كابتن حمام. وأنا حبدأ لو تسمح لي طبعا أنا برحب بحضرتك من نورنا. وحبدأ من النقطة دي لو تسمح لي. لأن الموضوع مش أول مرة يحصل. ومش آخر مرة هيحصل. ويمكن حصل أيام حضرتك أويل حضرتك كمان. خلينا نرجع شوية بالتاريخ. وفكرة استمرارية الحملات المضادة للنادي الأهلي. زي ما تقولك النادي الأهلي عامل مشكلة لبعض الناس. ما تفهمش فيه إيه. والمحاولات معلش أنه هستعمل هنا لفظ الغبية. المحاولات الغبية. ليه غبية؟ لأنه ما فيهش ذكاء أو الذكاية كانت فيها معضوم من فكرة محاولة قلب الجماهير. جماهير النادي الأهلي عليها. عمره ما نكحت يا جماعة. يعني عمره ما فيه حملة على مدار التاريخ كله. كابتن ماهر حيكلمنا عن الماضي. ما نكحت حملة من النوع ده. عمرك ما هتعرف تقلب جماهير النادي الأهلي عليها. مش هتحصل. مهما حاولت. فخلينا نبدأ من النقطة دي كابتن ماهر. وبعدين نتكلم طبعا فيه مطش المقصة وغير وغيره. شوف النواد ده هارجع بالتاريخ الورى شوي. كل الظروف اللي بتمر بلعبتنا ومجلس إدارتنا وجماهيرنا خلال هذه الفترة. مرت بنا احنا كجيل السبعينات. أول جيل طبعا حط بصمة في تاريخ الكرة المصرية. بإنجازاته. بأهدافه. بقيادته خلال هذه الفترة. يعني عاز أقول مثلا أن مستر دوكوتي كان وقتها في جيل السبعينات سبع بطولات وراء بعض في سبع سنين. يعني كل سنة إحنا اللي بدعنا موضوع حيث أن ناخد بطولة الدور العام سبع سنين وراء بعض. فدي برضك عملت مشكلة من ضمن المشاكل اللي كان فيها احتقان بشكل كبير جدا على جيل العظماء جيل السبعينات في هذه الفترة. وعاز أقولك أن إحنا في فترة تمنوحة تمانين مع مستر كولوتشاي كنا خسرين الدور الأولاني الفرق بيننا وبين المنافس التقليدي نادي الزمالك تمانية بونط. وبدأنا الدور الثاني بلايحة بقى فكر بقى يعني مسؤولين النادي الأهلي طبعا وكيادات النادي الأهلي كابتن حسن عمدي كمدير كورة وقتها مع مستر كولوتشاي. فلما لما رجعنا اجتمع بينا بعد أنها تقدر لأولاني وقال لنا أنتوا عايزين إيه؟ فقالنا عايزين الدوري. بجبطة. فقال الدوري طب حنعمل رشدة عشان عشان نقدر ناخد الدوري الرشدة كانت عبارة عن إيه؟ أن اليوم الكامل حضراتكم حتيجوا النادي الساعة 8 الصبح وحتيمشوا الساعة 7. لازم تهتم بتغذيتك بشكل كبير. لازم تنام 8 ساعات على الأقل. المباراة اللي جاية الدوري التالي كلها كووس. مفيش بونط يديع. فكانت رشدة جميلة جدا بالنسبة لنا وفعلا بقى الفترة دي حصل لما من اللعبة الكبار كان عندنا حاجة اسمها السبتة الكبار. كانت كابتن الخطيب ومصطفى عبده وسببت البطل. اسماء لها يعني. اسماء وصفة عبد الحليم وحسن حمدي ومصطفى يونس. فمن هنا كانت التجربة القاسية اللي علينا. والفترة دي كان فيه ضغوطات زي ما أنت ذكرت كده في دات كلامك على جمهير النادي الأهلي وعلى مجلس إدارته وعلى لعبته وعلى إجازة الفنية. لكن المعدن بقى ومعدن وأصل اللعيبة ومعدن وأصل مجلس الإدارة وطبعا وقيمة النادي الأهلي في 115 سنة في التحديات والبطولات. قدرنا إن إحنا نكسب البطولة ويبقى الفارق بيننا وبين المنافس التقليد للنادي الزي مالك 8 نقاط. حقولي كمان وأنا مدرب ومساعد مع مستر هولمن 95-96. برضا كان معنا مجموعة من العظماء من اللعيبة. كان حصل إن إحنا بعد نهاية الدور الأولاني الفارق بيننا وبين نهاية الزي مالك بقى 12 مونط. وحنبدأ الدور الثاني وطبعا صعب 12 مونط أو 13 مونط قد صعب جدا بالنسبة لنا. فكانت وقتها المرحوم سابت البطل كمدير كورا. نفس الخبرات اللي مرت علينا إحنا اللعيبة. رحنا لغرفة الملابس وقفل علينا وقال لنا أنتوا عايزين إيه. إحنا قلنا للعيبة فالعيبة قالت إحنا عايزين الدوري فقلنا لهم واحد اتنين ثلاثة اللي قالوا حسن حمدي قالوا سابت البطل. وفعلا قدرنا ناخد بطولة الدوري بفارق حوالي 10 مونط أو 12 مونط. فدي كانت زي ما أقولك من خلال التاريخ ظروب تمر على أجيال ومن هالفترة دي. اللي بتمر على الجيل الحالي عشان كده عاز أطمن جمهير النادي الأهلي وقلوهم إن دي كانت فترات مرت على الأجيال. لكن عظمة وقيمة النادي الأهلي نقدر نخرج إن شاء الله من هذا أنا بسميه الكرفي نزل بنا شوية. فنقدر نطلع تاني وإحنا عندنا تحديات في العشر موابرات اللي جايين دول إن شاء الله نقدر من خلالهم إن إحنا نرد على كل الحاجات اللي فيها ضغوطات على النادي. على المجلس وعلى اللعيبة وعلى. طيب بمناسبة الكرف زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي الكرف نزل شوية. هو ده وارد في أي نادي في العالم يعني أي نادي في العالم سمي أي نادي دلوقتي. ليه فترات بيبقى فيها إخفاقات وده طبيعي. لما نتكلم عن النادي الأهلي برضو ونتكلم عن الكرف اللي نزل برضو. هرجع واستشد مع حضرتك وتفكرنا بزمان أو الأجيال القديمة. لما حصل برضو شوية يعني هبوط في المستوى ده كان راجع لإيه وفي نفس الوقت إزاي تم إصلاح الهبوط ده أو يعني التقصير ده أو المشاكل اللي بتبقى موجودة. خصوصا إن برضو لحريك تتفق معي الظروف الجيل الحالي بيعاني منها ما أعتقدش أن حضرتك برضو واجهتوها بنفس المقدار. يعني في دغوطات ربما تكون غير مسبوقة على هذا الجيل ما حصلتش على أي أو ما عدتش على أي جيل في النادي الأهلي برضو لازم نديهم حقهم. صح صح كلامك صح مظبوط لأن إحنا وقتها كانت المباراة بتتلاعب من الجمعة لجمعة يعني عندنا سبعة يام أو ثمانة يام تحضير للمباراة. النهاردة نهوان ده كل ثلاث تيان. بالضبط. فإحنا عندنا عشر مباريات جايين حنلعبهم في حوالي يمكن شهر مثلا أسبوع أو ثمان تيان. وده لود كبير جدا على اللعبة. ثانيا اللعبة دي بقالها ثلاث سنين ما بتريحش خارجة من منتخب لنادي البطولة العربية لكاس العالم للأندية لمنتخبات. فإحنا ما مرناش بالظروف دي بصراحة لكن هم يعني أنا عزيرهم بصراحة يعني وشايف أن في لود جامد جدا عليهم من خلال عزير الفترة كمان. يعني هم مجهدين وموضوع الإصابات اللي بتدرب النجوم عندنا حضاش اللعيب مصاب في كل خط تلاتة. ده أنت عندك فريق يعني خط الظهر والهجوم والدفاع ونص المال. أنت عندك إصابات في الفريق كله تقريبا. وإصابات للعيبة مؤسرة نهوان. يعني لعيبة فعلا هتأثر معنا في الفترة اللي جاية. لعيبة كلها خبرات ولعيبة كلها مميزة. اتصابت بسبب الإجهاد الواقع عليها بهذا الشكل. لكن عايز أقولك أن خلال الفترة اللي فاتي دي كنا محتاجين في المباراة اللي فاتي ديت. أن احنا نكسب تلات نقاط نفتح بس يعني نخش الأول نفتح الباب. وبعد كده إن شاء الله بإذن الله الجاية هتبق أفضل. فكان بعض الضغوطات اللي وقعت على اللعيبة من خلال السوشيال ميديا من خلال الجماهير من خلال المباريات من خلال الإخفاقات. فكان المباراة اللي فاتي ديت عملنا معها معاملة باحترافية. اللعيبة بردك حست بالوضع اللي احنا موجودين عليه. اللعيبة حست طبعا إن جماهير ينادي الأهل الزعلانة منها. وهنا في وقفة لأن الجماهير زي ما هي بتساند اللعيبة وتفرح بيها وتدعمها. بردك اللعيبة لازم حسة بالجمهير اللي هي بتعتبر بعد ربان صلى الله عليه وسلم تعالى في نجوميتها. فبدأت اللعيبة تحس يعني إحنا حتى شوفنا يمكن الجول اللي جابه رامي. لو تفتكر رامي ربيعة العصبية واللغة القورة كده يعني الزعل والديقة اللي عليها رامي. وإزاي بيشد لعبته ولازم نرجع نجيب الثاني ونجيب الثالث. من هنا رامي بيبعث إشارة لجماهير النادي الأهلي متقلقوش. إنتوا معاكم رجالة. إن شاء الله بإذن الله إحنا الفترة الجاية دي نقدر يعني نقف على حيلنا. ونقدر نفرحكم تاني. ودي سمت بقى نادي القرن وسمت العدة النادي الأهلي. يعني ده كلام محترم جدا ودي العلاقة الدائمة ما بين الجماهير وما بين اللعيبة أو الفريق. والدعم المستمر رغم حتى وقلنا كلام ده مبارح رغم غضب بعض الجماهير. لكن الجماهير النادي الأهلي عمرها ما حتى وهي بتغضب ما بتكسر في الفريق عمرها. فتاني الحملات الإلكترونية اللي دايرة بشكل كبير جدا. اللي ما نعرفش بصراحة مين وراها تحديدا. بس اللعية يعني منتشرة بشكل كبير جدا ليس لها أي علاقة بجماهير النادي الأهلي. جماهير النادي الأهلي لما حضرتك هتشوف تعليقاتهم الناس الأهلوية. هتلاقي أنه ممكن يزعل. بس عمره ما يكسر ولا يهين ولا يقلل من حد ولا من النادي ولا من أي حد من الفريق. ده شيء ودي سما عندنا على مدار التاريخ ومش هتتغير بالمناسبة. خلينا نروح فاصل ونرجع لسه كلامنا كتير. فاصل سريع ونرجع نكمل مع كابتن ماهر. برحب حضراتكم مرة تانية وكابتن ماهر همام لسه منوارنا. وخلينا نخش في الموضوع على طول. لأن نحن بدلوقتي نحاول نفهم إزاي ممكن نجد حلول للأزمة اللي بنعاني بها دلوقتي. أو بيعاني منها النادي الأهلي. إحنا خلاص مش هنتكلم عن فكرة التلاحم. وإزاي ده ممكن يتحلم من أصل المشكلة والتحاد القرى والكاف. ومش عارف إيه والكلام ده كله ده. يعني قتل بحثا والحد دلوقتي مفيش هال. خلينا نكلم مع حضرتك في المشكلة الحالية. إزاي ممكن نحاول نحن نلاقي حلول كده سريعة. فكرة أن أنا عندي إجهاد بشكل كبير جدا. وعندي دغوطات بشكل كبير جدا. وعندي إجهاد بدني ونفسي ليس فقط بدني. هل الحل من روجة نظر حضرتك كابتن ماهر. أن أنا أبدأ أدور على تصعيد لنشئين. أبتدي أشوف أنا ما عنديش دكة مدلاء وأساسي. بس أبتدي أشارك بعض اللاعبين. اللي هم يعني على دكة المدلاء إلى حد ما إنصح التعبير. يعني وأبتدي أعمل روح جديدة في الفريق. حتى عشان أريح اللعبة الأساسية بتاعتي. ولا المفروض يحصل إيه عشان أحل الأزمة الحالية. أنا بعاني منها بقالي دخلة في موسيمينة. هو قدرنا. سبحان الله. لكن هو ده سمة البطل. الدنيا مش هتوقف. يعني بعد رحيل موسيميني. جلنا ريكاردو. تفكير طبعا من لجنة الكرة كابتا محمد القطيب. وجود مدرب مدرسة جديدة. مدرسة برتغالية. احنا تحاولنا عليها مع مستر مانور جوزيه. برضا بتدي ثقة للعيبة. بتدي روح للعيبة. في بعض اللعيبة كانت مع مستر موسيميني. ملايش حظوظ أو مش موجودة بصفة أساسية. فالنهاردة وجود ريكاردو بيدي ثقة لكل اللعيبة. أو فرصة. أو فرصة لكل اللعيبة بالزبط. كده اللي حيثبت وجوده حيثبت موجوده. وده اللي حصل. يعني الرجل جيه بصراحة يعني طبعا هو جيه في ظروف صعبة. لكن هو الرجل عنده شخصية وعنده جرأة. واتكلم في أكثر من مؤتمر. وعنده فكر كابتن ماهري يعني الرجل داخل قال لك أنا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة. أنا مليش دعو باللعيبة الأساسية مين ومش مين. أنا اللاعب اللي حشوفه كويس هيكمل معايا. قال لك أنا داخل أطور القرى المصرية. أنا عارفت فيه ثغرات في النادي الأهلي. أنا عارفت الجماهير بتبقى مش عايزة. أو جماهير النادي الأهلي طبعتها. أنا مش عايزة تخسر بطولة أو مباراة. يعني الرجل داخل فاهم. بالزبط. تكلم عن الأحمال. تكلم عن حاجات كثيرة جدا. وكمان أنا هو أنت هو الشخصيط واضحة. وعنده جرأ وقال. أهل المدرب اللي مش تعملش تحت ضغوطات بقاش مدرب. فأنا جاي في ضغوطات. عارف أن أنا في فترة مرحلة انتقالية. عارف أن نادي الأهلي عنده إصابات في بعض النجوم المؤثرين. لكن أنا بردك جاي وعندي مشروع. والمشروع ده منه تحديث. حلعة بقرة أنا عارف جميل نادي الأهلي متشوقة للكرة الجميلة. طلبة ثلاثة نقاط المكسب. وفي نفس الوقت طلبة الأداء. وده اللي بفكر فيه إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. هو بالنسبة له. بدأ يحط إيده. إحنا شفناه أول مرة في الإدارة الفنية. ماسك ورقة وقلم. وعمل يدون كل الحاجات السربيات. لللقطات الندرة دي على فكرة مش كوية. يعني مش مش قامل أو يعني مش معتادة. أنك تشوف لقطة زي كده فعلا. لكن واضح إن هو جدي. وعايز يعني. مستناش بقى الرجل المحلل الأداء يقول له. وهو من نفسه شغال. ورجل قاعد فوق كمان برضك بيشغال معاه. والحاجات دي كلها بتفيده بشكل كبير. إن هو عارف إن الناس مستنية نتيجة بسرعة. فعلب التدريب يقول المدرج ممكن يقعد ستة أسابيع. لحد ما يبان فكره يبان شخصيته. لا هو حط الكلام ده على جنب. وقال لك من أول أسبوع من أول مباريتين. لازم يبقى لي بصمة على فريق النادي الأهلي. وده واضح من خلال شخصيته. ومن خلال حتى كمان أنا وانت طريقة لعبه. يعني بدأ إحنا بنلعب طريقة أربعة اثنين تلاتة واحد مع مستر المسلماني. هو شاف إن الطريقة ثلاثة أربعة ثلاثة. ممكن تكون طريقة أفضل للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. بردك التغيب من طريقة لطريقة بحتاج وقت. لكن هو عارف إن الوقت مش هيساعده كل ثلاث يام مبراه. فالراجل بدأ يحفظ لعبته على هذه الطريقة. هذه النقطة كابتن ماهر هل كان صح إن هو يحفظ اللعيبة على طريقة لعبة جديدة. خصوصا إن هي بتحتاج لوقت برضو. يعني ومساحة لعشان اللعيبة تقدر إن هي تاخد على طريقة اللعبة دي في الفترة الحارجة اللي هو جي فيها. ولا كان مفروض يكمل بنظام أو بفكر مسلماني أربعة اثنين تلاتة واحد. اللعيبة إلى حد كبير فيه ألفة أو فيه خبرة عنها. يعني وجهة نظرك. وهو طبعا الاتنين صح يعني طريقة مسلماني في أربعة اثنين ثلاثة واحد مشينا بيها. وتفوزنا بيها. آه ست بطولات. واللعيبة بدأت ترتاح ليها. لكن عاز أقولك أن هوند اللعبت النادي الأهلي من خيرة اللعيبة. من أفضل اللعيبة اللي موجودة في العالم العربي والشرق الأوسط وأفريقيا. أي طريقة لعب حتبدأ تنقل ليهم لهم اللعب دوليين. بس فيه ضغط دلوقتي وفيه إجهاد ده اللي أنا أقصده. عندك ضغط وعندك إجهاد فبس ده ده السؤال. وهو الطريقة دي عايز يقلل الإجهاد فيها. الإجهاد على اللعيبة في حتة المساحات والجاري كتير عايز يقللها. يقرب الخطوط من بعض. وفي نفس الوقت عنده الاستحواز وعنده البساط والتسليم والتسلم. وبعدين الجومة التكتكية اللي احنا متعودين عليها. أنا شايف أن المباراة اللي فاتت ديت فيه فيه حركة وفيه نقلة وفيه طريقة. وفيه يعني تجانس بين اللعيبة وبين بعض. يعني الشوط الأولين والشوط الثاني حسين أن فيه حركة. آه ممكن الشوط الأولين تأخر الأهداف تأخرت. لكن تحس أن فيه حاجة مسمرة خلال الشوط الثاني. فأنا عايز أقول إن طريقة ثلاثة أربعة. ثلاثة دي طريقة حتريحنا خلال الفترة اللي جاية. وبعدين هو كمان عنده المرونة التكتكية نهواند. إن هو ممكن يجأ للطريقة الأولينية. لو هو حس إن الطريقة دي يقدر يغيرها من خلال مشواره خلال الفترة اللي جاية. أيها طيب إحنا عندنا بقى المقصة. وطبعا إحنا خلاص يعني فكرة إن أنت تبقى داخل ماتش. تقول إن الماتش ده في جيبي. رغم فرقات طبعا ما بين الأهلي والمقصة. وهم يتذيل يعني الترتيب. لكن ليس حاجة مضمونة. وأكيد المقصة داخل عايز يهرب من إن هو يسقط للدور الثاني. يعني فخليني يعرف من حضرتك وجهة نظرك. النهاردة المباراة سير المباراة إزاي. وهل هناك يعني تايسير سيولة في اللعب. سوارش هيبقى فكره هجومي. ولا مش فرقة كده كده الماتش بحصوم. خليني يعرف منك. وهو في المباراة اللي بالشكل ده زي مباراة الجونة. إحنا قلنا مباراة الجونة محتاجين إن إحنا نفتح. ناخد ثلاث نقاط ونفتح عشان يعني ننسى اللي فات. ونبدأ ناخد ثقة. وحصل. المباراة دي هتبقى بنفس المستوى. أنت بتقابلي فرقة برضك فعلا ما عنداش حاجة تبكي عليها. أولا حيلع قدام الناد الأهلي مريح. عايز يظهر بمظهر جيد. لعبة بتعرض بضاعتها. بتعرض نفسها. خلاص نزلت. ما فيش حاجة بتفرق معها. دخل فيها جول زي اتنين زي ثلاثة. الكلام ده كله مش فرق مع المقصة. لكن مع ناد الأهلي في احترام. احترام لشخص المقصة. كيف احترمه كويس؟ كيف تبان شخصيتي؟ كيف تبان دوافعي من خلال بداية المباراة؟ كيف ما احنا قلنا في كل السنوات الحليلية. الناد الأهلي بيكسف او ربع ساعة او تلت ساعة. الضغط اللي بيبع الخص من بداية الربع ساعة الاولى او تلت ساعة. هو ده اللي بيديكي المبادرة. ده اللي بيديكي الثقة. لما بيجيبي جول الدنيا بتتكشف بتتفتح اكتر. بيضطر الخص يحاولوا يهجمك. خطوطه بتبدأ توسع. بنبدأ نجيب هدف تاني. الدنيا بتمشي. طول ما المباراة مع أدف الشروط الأولاني ما فيش اهداف. كل ما بتاخد ثقة لفرة المقصة. وانتي بتزدادي عصبية. وبتزدادي تسرع واستعجال. فعشان كده. هو ممكن يعني مع فرق المستوى ما بين الأهلي والترتيب في الجدول والمقصة. اصلا احنا ما نحرس اهداف كمان من الدقاية الاولى في الشوت الأول. يعني انا ما اعتقدش ان ده السيناريو اللي ممكن يتم. هو المقصة اكيد حينزل يعمل حسابه في الحتة دي. انه حاجز يدافع عشان مجيش في جول ويبدأ يفتح خطوطه. هذا اكيد النهاردة اكيد هيكون. واحنا بالنسبة لنا التعليمات اللي مستر ريكاردو من للعيبة. ان انا عايز اضغط من بداية المباراة. عشان اغلط الخصم. واقدر انول منه واقدر اجيب هدف يفرق معي. يعني ان شاء الله توقعاتك النهاردة. انا بحب التوقعات مع كابتل ماهر معرفش ليه. ان شاء الله بإذن الله رب العامين. انا عندي احساس النهاردة. بإذن الله نحن نقدر نجيب ازد من هدفين في المقصة. خاصة المقصة برضك ما عنداش لعيبة من اللعبة اللي عندها خبرة. معظم المولاد صغيرين حصل احلال وتجديد في الفريق. حتى الاقدار الفنية برضك حصل احلال وتجديد فيها. فالنهاردة مهم جدا نهوان دي الثلاث نقاط. ومهم جدا الأداء. اللي زي ما قلتلك المباراة اللي جاية كلها مباراة كؤوس. ايوه. اه. يعني انت بتاخدي ثلاث نقاط والأداء. وبعدين بتفكري في المباراة اللي بعد كده. فالنهاردة كل تركيزنا على المقصة. ازاي نقدي مباراة بطريقة مستر ريكاردو 3-4-3. وحتى اختياره للعيبة خلال هذه الفترة. وهو شايف ان اللعيبة اللي هي جاهزة. اللعيبة اللي هي فت. اللعيبة اللي اكتعدت في التدريب. وهو بونانا عليه بيديها فرصة وبيشركها. وزي ما انت قلت ان في بعض من النشئين برضك لازم بقالهم دور خلال الفترة الجاية. برضك هو عينه على النشئين بيختار الوقت المناسب اللي بيشرك فيه الناشئ. ووقت المناسب اللي بيشرك فيه الناشئ لازم تكون قاسبانة. عندك ثابات في التشكيل. عندك لعيبة عندها خبرات موجودة داخل الملع عشان تقدر تشيل اللعيبة الناشئين في اشراكها في الوقت المحدد لها. كل لعيبة دلوقتي بتحاول تقول انا عايزة ابقى موجود بصفة اساسية. عشان طبعا تنول اعجاب الراجل. الراجل حيدي فرصة لكل الناس. هيحصل تدوير خلال الفترة طبعا للعيبة. لان زي ما انت ذكرت عندنا حداشة اللعيب مصاب. لكن بإذن الله ربعمين احنا عندنا خمسة وعشرين لعيب. يقدروا يعوضون زميلهم لحد ملعبة دي. ان شاء الله المستشفى دي تبدأ تشفى. حاجة محزنة جدا لان احنا كل موسم ندخل. كابتن ماير بنقول يا رب ما يبقاش عندنا اصابة واحدة. بتلاقي ان انت اصابة واثنين وثلاثة. بتوصل دلوقتي لفرقة كاملة. وفرقة اساسية. وانت في حاجة لكل خبرة من خبرات كل لاعب فيهم. فالوضع طبعا صعب جدا برضو. عشان الصورة تبقى واضحة. اكيد حضراتكم عارفين. الوضع صعب على السوارش وعلى الفريق وعلينا. طبعا احنا ما عندناش رفاهية ان احنا نخسر اي طبعا نقطة. لكن في نفس الوقت هي مهمة صعبة. خلينا بعارفين سوارش برضو جاي في مهمة. وفي فترة صعبة جدا. عليه علاج بعض المشاكل اللي عندنا. احنا تكلمنا قبل كده ما حضرتك. انا فاكرة في فكرة هنا الفاينال توتش. او الفينال بتاعنا عندنا في مشكلة. احنا بنلعب كويس جدا. بتيجي توصل بعد كده. خلاص معرفش ليه. ما بتكملهاش او الجملة. ما بتكملش للاخر. عندك مشكلة في الجمل الهجومية. عندك بعض المشاكل. يعني هل بتعتقد برضو. ده سؤالي. وربما هيكون سؤالي الأخير كابتن مهر. لان الوقت تريبا خلص. هل بتعتقد سوارش في الفترة القصيرة دي. ومع تلاحه من مباريات. اللي احنا بتتكلم مفروض منمام يبقى خمس أيام بين مباراة. ومباراة احنا بنلعب كل ثلاث أيام. فده برضو حمل زيادة. بتعتقد ان هو يقدر في فترة صغيرة زي كده يقوم الفريق على رجليه بممتاز صراحة. هو حط إيده بصراحة. يعني بدأ بدأ يشتغل في الحاجات اللي هي الأخطاء الدفاعية. بدأ يشتغل عليها فردية مع الأفراد ثم جماعية. وبدأ يخش على نص الملعب نفس الكلاب بالنسبة للأخطاء الدفاعية. والأخطاء اللي بتحصل. وبدأ يشتغل عليها. العقم الهجومي بدأ يشتغل عليه. نظام الجمع اللي احنا شوفنا قور السابتة في المباراة الجونة. ودي بنا فترة قور السابتة زكاة كورنا. أو فولات جانبية أو فولات مباشرة. بدأ يشتغل عليها. فده بيأكد لك نهوان إن الراجل فعلا حاطت إيده. وإن الراجل في كل واحدة تدريبية بيأخذ منها عشر دقايق. بيبدأ يعني يعالج الأخطاء الدفاعية. وبيبدأ يشتغل على التلت الهجومي. بالنسبة للجمل التكتيكية اللي احنا متورسينها وحفظينها. بيشتغل عليها بشكل إيجابي. فأنا شايف إن الراجل بصراحة مقتهد جدا. وعنده ثقة كبيرة جدا في لعبته. وعنده ثقة كبيرة جدا في نفسه وجهازه الفني. وفي نفس الوقت عنده ثقة في الجمهير اللي هو شايفها جمهير بصراحة. بتحرك الصخر زي ما يقول جمهير النادي الأهلي. اللي بساند اللي عبها بشكل كبير. فأنا شايف إن الفترة اللي جاية من بداية زي ما قلت لك كل مباراة. تلت نقاط مهمين جدا مباراة كؤوس. أنا شايف مباراة اللي وورا. النادي الأهلي هيوصل للمكانة اللي هو بطولة الدور العامة. اللي هو الهدف الأكبر بالنسبة لي. والسوارش كده كده لو طبعا هي مهمة صعبة على السعيد الثاني. هو متوفر لكل حاجة يعني برضو مجلس الإدارة. والجهاز الفني. وهو ما هيعتقدش فيه معلومة. يعني حدث آخر عليه فيها كابتن سامي قمصان. قام بدوره أكبر من اللازم. وكابتن سادة الحفيظ كمان. وكابتن سادة عبد الحفيظ. لسا كنت سقول. لا يعني ما فيش حدث آخر في الجهاز الفني. ده اللي أنا عايز أقول. وبالعكس الناس كانت يعني. اللي هو زي ما بتقال كده أطلب مني. والمعلومة موجودة. والدعم موجود وكل حاجة. فإن شاء الله خير الفترة اللي جاي نأمل ذلك. ويعود مرة تانية عادي جدا. إحنا ممكن أن إحنا نتعثر. لكن إحنا بنرجع مرة تانية. كل المطلوب هارجع كل شوي. أقول نفس الجملة دي. الدعم ثم الدعم. ببقتي من الجماهير ومننا كلنا. مش محتاجين أكتر من كده. والنباقي بقى على اللعيبة بصراحة. وعلى الفريق. إن هو يسعد الجماهير مرة تانية. زي ما هو معودنا. كابتل ميارة أنا بشكرك جدا بجد. وإن شاء الله خير. والشك بيبقى حلوة علينا والله يا أبنا المطشف. إن شاء الله خير. إن شاء الله ندرك للنادي الأهل بإذن الله. مباراة بعد المباراة. وإن شاء الله بإذن الله في الآخر. البطولة بإذن الله بطولة الدور العن. إن شاء الله نحتفل بيها في الندي الأهل. يا رب. يا رب. لأن ده المكان الطبيعي يا جماعة. إن شاء الله طبعا. إحنا مش بنول حاجة يعني. برا بيتها. خلين نروح فاصل. وحينضم لينا بعد الفاصل. دكتور علاء. خليكم معنا.